مساء الخير أعزائي المشاهدين وأهلا بحضراتكم في برنامجكم برنامج طبيب الجمال إن شاء الله دي الحلقة الأولى على قناة الصحة والجمال إن شاء الله البرنامج بتاعنا هيبقى برنامج ممتد إن شاء الله هنتكلم فيه عن كل ما يتعلق بمشاكل البشرة وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم بمنهجية علمية بإذن الله هنتكلم في موضوعات بتهم ناس كتير جدا كل ما يتعلق بمشاكل البشرة مشاكل الشعر مشاكل تجعيد تصبغات الجلدية مشاكل كتير جدا جدا بتهم شريحة كبيرة جدا من كل أستاذ المشاهدين هنتكلم عنها بالتفصيل نتكلم عن الأسباب بتاعت المشاكل دي هنتكلم عن طرق العلاج الحديثة هنتكلم عن كل ما يهم مشاكل البشرة أو مشاكل الرشاقة إن شاء الله في حلقات ممتدة إن شاء الله هنبدأ من أول النهاردة نتكلم مع حضراتكم وإن شاء الله إحنا هنبقى كمان في استقبال تلفوناتكم بإذن الله لاستفصال عن كل ما يتعلق بمشاكل البشرة معكم الدكتور محمد النجارس الشهد تجميل البشرة بالليزر ماجستير التغذية العلاجية جامعة القاهرة وماجستير العلاج بالليزر جامعة القاهرة دبلوم العلاج بالليزر جامعة أجروبلي في إيطاليا ودبلوم العلاج بالضوء العلاجي جامعة ميلانو في إيطاليا المشكلة الأولانية اللي هنكلم عنه نهاردة هي مشكلة تساقط الشعر الإحصائيات اللي بتكلم عن موضوع تساقط الشعر إلى حد ما إحصائيات تكاد تكون مفزعة إلى حد كبير الإحصائيات بتقول أن كل عينة عشوائية من 10 أفراد هتلاقي أن 70% أو 7 حالات من كل 10 بتعاني من تساقط الشعر و100% من 10 حالات يعني 10 حالات بتعاني من تساقط الشعر في أي مرحلة عمرية بتمر بالإنسان التفسير العلمي للإحصائية دي بيقول أن مشكلة تساقط الشعر هي مشكلة مرتبطة بعوامل كتير جداً زي عوامل التوتر العوامل النفسية، عوامل التغذية، عوامل الصهرة، عوامل التدخين الناس اللي بتشرب مية ليل بيعانوا من تساقط الشعر الحمل، الرضاع، التغييرات الهرمونية اللي بتطرق على النساء في مراحلهم العمرية بتؤدي إلى وجود تساقط في الشعر فلا يوجد تقريباً إنسان على وجه الكرة الأرضية لا يعاني من تساقط الشعر على الأقل خالص في فترة من حياته تساقط الشعر لما نحب نعرف تساقط الشعر أو نقسم أنواع تساقط الشعر بنقسمها إلى أربع أنواع النوع الأولاني وده للأسف الشديد بيمثل شريحة كبيرة جدا عند المصريين يكاد تصل ل 87% من حالات تساقط الشعر اللي هو التساقط الوراسي أو ما يسمى بالصلاع الزكوري أو الصلاع الوراسي النوع الأولاني ده منتشر جدا موجود في مصر وممكن أصبح الفترة الأخيرة ده كمان تساقط الشعر زاد جدا بسبب الوجبات السريعة بسبب الضغوط النفسية اللي الناس بتعاني منها بسبب الضغوط المادية بسبب حاجات كتيرة عامة كتيرة أصبحت بتدخل في موضوع تساقط الشعر الصلاع الوراسي أو سقوط الشعر الوراسي بيورس من 14 فرد أو 14 شخص ممكن أن نولس منهم موضوع تساقط الشعر الوراسي في خمس أفراد بورس منهم بصورة مباشرة وفي تسع أفراد بورس منهم بصورة غير مباشرة ده النوع الأولاني النوع الأولاني أو الخمسة اللي بورس منهم بصورة مباشرة هم الأب أو العم أو الجد للأب أو الخال أو الجد للأم وطبعا هللاحظ أننا بنورس من الزكور فقط لغير والتفسير العلمي كلمة ليه بنورس من الزكور فقط مش من السيدات لأنه طبعا لو تفتكروا حضراتكم وإحنا بندرس في الأحياء في المراحل الإعدادية والسنوية بندرس أن الكروموزوم أو الجينات الوراسية بتتحمل على الكروموزوم اللي هو الأكس ودائما إحنا بنلاقي أن الراجل إكس واي والسيدات بتبقى إكس إكس فما منفعش أخذ الإكسية اللي عند الراجل وإلا كده مش هيورس أي صفات وراسية فبأخذ الواي من عند الراجل مع إكس من عند الأنسة فبيديني إكس واي يعني بيديني زكر وبالتالي كل ما هو متعلق بالصفات الجمالية زي تساقط الشعر زي النمش زي لون البشرة زي الطول زي الوزن بيورس غالبا من الزكور والنساء بنورس منهم غالبا الحاجات اللي هي المرضية زي أمراض الضغط والسكر ومشاء فأنا عمدي الخمسة الأولانيين إن أنا بورس منهم بصورة مباشرة زي ما قلنا حضراتكم اللي هو الأب أو العم أو الجد للأب يعني ثلاث أفراد من طرف الأب أو الخال أو الجد للأم أو نفارين من طرف الأم لو فيه واحد في الخمسة دول بيعاني من الصلع أو بيعاني من زيادة كسافة الشعر في الجسم يعني أصلع أو مشعر بورس منه بصفة مباشرة فيه تسع أفراد بورس منهم بصورة غير مباشرة اللي هما سبع جدود للأب عشان كده حتى من الأمثال الشعبية اللي الدرجة عندنا إن احنا بقول العرق بيمد لسبع جد وبورس لحد الجد الثالث للأم ده النوع الأولاني وده بيمثل شريحة كبيرة جدا عند الشعب المصري سواء عند السيدات أو عند الرجال زي ما قلت لحضراتكم النوع تقريبا بيوصل ساعات لـ 87% النوع الثاني من أنواع تساقط الشعر اسمه سقوط الشعر المكتسب وكلمة مكتسب يعني الإنسان بيكتسبه من عوامل خارجية العوامل دي غالبا بيبقوا عاملين أساسيين هما اللي بيؤدوا إلى تساقط الشعر العامل الأولاني هو العامل النفسي أو المرتبط بالتوتر أو الاسترس والعامل الثاني بيبقى العامل المرتبط بسوق التغذية زي الناس اللي بتعمل رجيمات وبالذات الناس اللي ما بتعمل رجيمات قاسية طبعا الوزن بينزل جامد وبالتالي بيبدأ الجسم يفقد عناصر أساسية زي الأملاح والمعادن من جسم الإنسان وبالتالي بيبدأ يحصل تساقط في الشعر ده النوع الثاني وده برضو منتشر لأن تقريبا ظاهرة الاسترس أصبحت منتشر للأسف الشديد في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة وذلك احنا فعلا بيجينا حركة جدا بتعاني من تساقط الشعر حتى من سن مبكر جاني عفوا النوع الثالث من أنواع تساقط الشعر اللي اسمه تساقط الشعر المتعمد يعني الإنسان بيتعمد نوع ساقط شعر والنوع ده غالبا منتشر عند الناس اللي هي بتعمل سبغة أو بتعمل فرد للشعر سواء بالبروتين أو بالكرياتين الناس اللي بتستعمل الوصفات وبالذات الوصفات اللي هي من على النت الناس اللي بيستخدم استشوار كتير الناس اللي بتعرضوا لأضواء زي الناس اللي شغالين في الميديا دولة طبعا بيبقوا أكثر عرضة إلى تساقط الشعر الشباب اللي هم بيستعملوا الجل ودلوقتي حوريكم فيديو عشان أعرفكم الجل يعني ده موجه للشباب ده أو نداء أو نصيحة بقدمها لكل شاب اللي هو بيستعملوا الجل أو مسبتات الشعر هوريهم طبعا دلوقتي بالكشف بالديرمسكوب إزاي أن الجل أو مسبتات الشعر فعلا بتأذي الشعر بصورة كبيرة جدا النوع الرابع من أنواع تساقط الشعر اللي هو بلو عليه للتشوكس التشوكس دول اللي هو بيجي نتيجة الصدمات والصدمات بتبقى ثلاث أنواع زي الصدمات النفسية زي حالة الوفاة مثلا أو حالة الديفورسينج أو الطلاق أو الصدمات الإشعاعية زي الناس اللي بتاخد علاج كيميائي الناس اللي عندهم زي الناس اللي عندهم كانسر بنعافينا أو اللي بيجي من العين أو السحر أو الحسد وبعض الناس يمكن بتصارب على موضوع الحسد دو لكن فعلا موضوع تساقط الشعر وبذات لو بغزارة أحد الأعراض بتبقى أعراض السحر أو الحسد هستأذن المخرج هستأذن حضركم هنطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله هنرجع لحضركم عشان أوريكم الفيديو إزاي التأثيرات الضرة اللي هي الشباب اللي هم بيستعملوا الجل أو مسبتات الشعر اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم رجع نهاركم بعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل إن شاء الله بس هنوري حضركم التأثيرات الضرة للمسبتات الشعر اللي بيستعملها معظم الشباب هستأذن بس المخرج فيه فيديو بسيط كنا عن طريقة الكشف على الشعر هستأذنكم إن احنا نعرضه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الشاب القصادنا طبعا هو شاب لسه صغير في السن وبيعاني من تساقط الشعر طبعا هو سنه صغير جدا لما جينا فحصناه بجهاز الديرموسكوب اللي حنشوف دلوقتي طريقة الكشف لقينا إن شعره فعلا متضمر تقريبا من الداخل الكشف الظاهري وذلك احنا دائما حتى نقول للزملاء إخواننا لما تكشفه على الجلد باللزات لازم تكشف الديرموسكوب ليه؟ لأن الديرموسكوب هو جهاز بيكبر جلد تقريبا حوالي 500 ضعف وبالتالي بيعرفك كل مشاكل الجلد من الداخل وليس من الخارج لإن ساعات الكشف الظاهري بيبقى مختلف تماما عن الكشف الخارج زي ما حضركم شايفين على الشاشة كل الأبيض اللي احنا شايفينه دون عبارة عن إشرة طبعا الإشرة دي عنده إشرة بكمية رهيبة والإشرة وصلة معا إلى درجة التعفن يعني حتى إحنا لما تيجي حضرك تشم فره وطراز بالشكل دون حتلاقي إن فره وطراز حتى ريحتها بتبقى مش ضريفة كمان بسبب التراكمات القشرية إحنا عندنا فيه طبعا حضركم زي ما شايفنا على الشعر اللي هي بتمط دي ده طبعا الجل اللي هو حطه على شعره طبعا لإن الجهاز مكبر الشعر بتقريبا حوالي 200 ضعف من 200 ل500 ضعف اللون الأصفر اللي عدى ده ده بنقول عليه عفن أو تعفن وده من الحاجات اللي بتضمر الشعر لو بصينا على جدور الشعر في جهاز ديرمسكوب هنلاقي إن الإشرة بتاكل الشعر تقريبا من الجدور وذلك بعض الناس تقولك إن أنا خدت علاج للشعر وعلاج كويس جدا ورغم كده ما جابش معي نتيجة ليه لأن الناس دي غالبا ما تكشفش عليهم بجهاز ديرمسكوب وعندهم بمعندهم إشرة كمية الإشرة بتبقى كبيرة جدا وكمية الإشرة اللي تهمنا أو النوع الإشرة اللي بيهمنا إحنا اللي هو بيضمر الشعر هي الإشرة الموجودة في فروط الرأس وليس الإشرة اللي احنا بنشوفها على الشعر الظاهري أو على كتافنا أو بالله هي على المخدى وإحنا نايمين الإشرة ديت هي أحد الأسباب الأساسية لتساقط الشعر وحلات كتيرة جدا بيجلنا بتقول أنا ما عنديش سقوط شعر رأسي ما عنديش مشكلة في التغذية ما عنديش مشكلة في أنا شخص مش متوتر بيقول كويس بقى بشربانية كفاية ورغم كده شعر بيصط لما بنكشف عليهم بجهاز الديرمسكوب بنلاقي فعلا أن فيه مشاكل كتيرة جدا موجودة داخل فروط الرأس وهي دي اللي بتؤدي إلى تساقط الشعر النظريات الحديثة دلوقتي لأن احنا دايما بنقول للناس الحالات أو القسم اللي بيجلنا في العيادة بنقول لهم دايما أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجلد ده هو نتيجة وليس سبب بمعنى أن عشان تعالج أي مشكلة في الجلد وبالذات مشكلة تساقط الشعر لازم يبقى العلاج بتاعك هو علاج تكاملي بمعنى أن ما فيش اتنين بيختلفوا على أن سوء التغذية من أسباب سقوط الشعر قلة شرب الميا من أسباب سقوط الشعر الصهر من أسباب سقوط الشعر التدخين من أسباب سقوط الشعر العصبية من أسباب سقوط الشعر وكذا يعني فيه مسببات كتيرة عشان تعالج مشكلة الشعر لازم تعمل علاج اسمه علاج تكاملي أو بطريقة احنا دايما بنقول في الطب احنا عندنا حاجة اسمها الكير والكيور الكير لو احنا كشفنا على كلمة كير هلاقي معناها علاج وكلمة كيور هلاقي معناها علاج برضو طب ايه الفرق بين كير وكيور الكير هو علاج العرض والكيور هو علاج العرض والمرض هنضرب مثلا بسيط خالص بالهالات السود ناس كتير جدا بتعالي من الهالات السودا الهالات السودا لازم يكون آندي شخص عنده انيميا وبالتالي عنده هالات سودا لو انا عالكت الهالات من غير معالج الانيميا اللي هي المسبب بتاعها يبقى الهالات هتتعالج وبعد فترة هترجع تاني وبالتالي هيبدأ الحالة هيبدأ الرايح جايي على العيادات وفي الااخد مشواصل لنتيجة فعشان كده بنعالجه بطريقة اللي هي الكيور اللي هو علاج السبب وعلاج العرض فعشان كده بنقول للناس لما تيجي تعالج مشكلة زي مشكلة الشعر اللي هي مشكلة مستمرة مع الشخص مدى الحياة ماشي لان الشعر بيجدد خلايا الشعر بتتجدد كل فترة وبالتالي لازم انا على مدار حياته اشوف المسببات بتاع صوت الشعر احاول اتجنب كل المسببات الفكرة مش فكرة ان انا هستعمل علاج او ان انا هحقن او 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 لا احنا الحاجات ديت هوا علاج مكمل وليس هو العلاج الاساس عشان كده بنقول للناس دايما لما تيجي تفحص اي مشكلة في الجلد اعرف ان الجلد ده ربنا خلقه زي جهاز مخابرات بيقولك انت جواك ايه والعصور القرن الماضي لحد القرن الماضي كانت الاجهزة الفحصية ما كانتش لسه تطورت ما كانتش عندنا صونار ما كانتش عندنا اجهزة ضغط ما كانتش عندنا سماعة ما كانتش عندنا تحليل ما كانتش معنا عندنا اشعات وبالتالي طيب معنا اتصال الو تفضل 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 احمد معنا تفضل السلام عليكم السلام الحمد لله تمام دكتور محمد انا بالنسبة لي كان عندي هالات سوية تحت العين تمام الهالات دي انا كشفت عنها وعملت تحليل قلتش نقص عن اميه ومعندكش لنقص حريض ولا اي حاجة من الحاجات الامراض قلت دي مكتبه عندي وراسي تمام في حين ان ما فيش حد ما عندنا عنده الهات السوية دي فهل ايه علاج الهات السوية دلوقتي تمام تمام او هالة يعني ارعب ده التفسير اللغوي فكلمة الهالات السوية معناها ان انا عندي المنظر الجمالي بتاع الشخص بيبقى منظر غير منضبط وبالتالي بيشوه صورة الوجه وساعات بعض الناس بياخد الناس شخص اللي عنده هالات سوية وبالذات لو تبقى واضحة قوي بياخد عنده انطباع ان هو بيتعاطى مواد مخدرة او حاجة زي كده طبعا كلمة الهالات سوية الجلد اللي تحت العين طبعا بيبقى جزء فيه موجود فيه منطقة الوجه وبالتالي لما بيحصل حاجة اسمها poor peripheral circulation او نقص الدورة الدموية بيحصل قصور في الدورة الدموية للجلد بيبدأ يظهر اللون او التصبغ الجلدي وبيظهر دايما غالبا فيه الهالات فيه اسباب كتير جدا جدا للهالات بعض الناس كتير جدا بتجهل اسبابها من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الهالات السوداء جزء يمكن الناس كدير جدا ما بتنتبش له هو قلة شرب الماء اللي شرب الماء ربنا سبحانه وتعالى جعل في الماء جعل في الماء كسير الماء كسير الحياة وذلك الله سبحانه وتعالى قال واجعلنا من الماء كل شيء حي في سطر العنكبوت بيقول اولم يرى الذين كفروا بداية الآية اولم يرى الذين كفروا هو تنبيه السرسالي اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله سبحانه وتعالى في آية معجزة يبدأ الآية في سلطة العنكبوت بالكفر وينهي الآية بالإيمان كأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لو أدرك الناس القيمة العظمة عظمة الخالق في خلق الماء لخرجوا من الكفر إلى الإيمان إيه عظمة الخالق في خلق الماء إن إحنا لو جينا حللنا المية المية عبارة عن H2 لو جينا حل H2O لو حللناها H2O2 يعني عبارة عن هيدروجين وأكسجين الهيدروجين هو غاز مشتعل والأكسجين هو غاز يساعد على الاشتعال لو إحنا جيبنا الغازين دولة وضفناهم على بعض في المعمل المفروض أن أنا حضيف نار على نار النتيجة لابد أن يكون نار ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الشيء المعجز أو الشيء المناقض تماما قال لك أنا حط النار على النار واخلق لك منها حاجة اسمها المية اللي هي بتطف النار وده قمة الإعجاز العلمي في خلق الماء وهذه الظاهرة ما فيش إنسان على وجه الأرض يقدر أنه ينفذها يعني حتى الخليج العربي طبعا حضركم عارفين إن الخليج العربي يفيش فيه مية صالحة للشرب بالأموال بتاعت الخليج ما يقدرواش يصنعوا أي حاجة يقدروا يصنعوا أي حاجة عفوا إلا الماء لأن المية فيها نظرية معجزة هي من خلق الله سبحانه وتعالى طب المية إزاي تؤدي إلى حدوث هالات سوداء ربنا سبحانه وتعالى جعل المية تكوين الزاري للمية هو نفس التركيب الجزيئي للإنسان وذلك ربنا أعلى وجعلنا من الماء كل شيء من حي هو نفس التركيب الجزيئي للأرض أو التربة وذلك ربنا قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فلما تيجي المية تتأين أو تتحلل داخل جسم الإنسان إنه مفروض كل زرة حديد في الدم بتتحمل على زرة أكسجين أنقى صور الأكسجين موجودة في المية وذلك كل ما هتشرب مية بزيادة كل ما هتزود نسبة الأكسجين كل ما هتزود نسبة زرات الحديد وعنصر الحديد هو أهم عنصر موجود في الجسم ليه بقى؟ لأنك لما بتشربش مية وتروح تحلل كمان ممكن تطلع نسبة الهموجبين عندك كويسة لكن من رابع المستحيلات إنه مخازن الحديد في الجسم تبقى كويسة لأن الحديد بيقاس من شقين شق الأولين اللي هو نسبة الهموجبين في الدم تاني حاجة موضوع تخزين الحديد يعني ممكن تلاقي ناس عندهم نسبة الهموجبين عالية أو كويسة ولكن الحديد عنده بيكسر الحاجة اللي بتثبت الحديد وبتمنعه من التكسير هو شرب المية لأن حضركم زي ما أنتم عارفين إنه عنصر الحديد هو أهم عنصر موجود داخل الجسم البشري وعنصر الحديد هو العنصر الوحيد على وجه القرى الأرضية اللي هو منزل من السماء وذلك ربنا في صورة الحديد قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع النقاس يعني إحنا لو دورنا على موضوع الهالات السودة زي ما الأستاذ سأل أنا ما عنديش مشاكل في الهموجبين ما عنديش مشاكل في التغذية ما عنديش وراسة غالبا لو دورت هتلاقي هو عنده نقص في شرب المية أو ما بشربش مية بكميات متوازنة وغالبا هو ده السبب الأساسي اللي بيؤدي إلى ظهور الهالات السودة الهالات السودة طبعا لها طرق كتيرة جدا بتتعالج بيها ممكن تتعالج عن طريق الحق أنا ممكن تتعالج عن طريق حاجة اسمها البيبترون أو حاجة اسمها الفوتو سيرابي ممكن تتعالج عن طريق حاجة اسمها البيدي تي أو الفوتو ديناميك سيرابي ممكن تتعالج عن طريق الأزون أو ممكن تعالج عن حاجة اسمها الكاربوكسي ممكن تعالج بطرق كتير جدا بس أهم حاجة هاوتو دياجنوز هاوتو دياجنوز بمعنى أنك إنت لو ما توصلتش إلى التشخيص العلمي للحالة من رابع المستحيلات أنك تقدر أنك تعالج الحالة وذلك ده الترند الحديث اللي موجود في الطب دلوقتي والترند ده ناجح في أوروبا ليه؟ لأن دايماً العلاق في أوروبا عبارة عن بولي كلينك يعني إحنا عندنا هنا في مصر هنا مجرد أنك تاخد الباكاريوس بتفتعيات في أوروبا الوضع مختلف تماماً العلاق هناك عبارة عن بولي كلينك عبارة عن تيم وورك يعني أنت بتبقى موجود في مكان طبي المكان ده موجود في دكتور نيسا ودكتور بطنة ودكتور جراحة ودكتور جلدية ودكتور والأخير فإنت لو عزت أي استشارة بتلاقي الاستشارة دي خلال التيم وورك والباشنط أو المريض في الآخر هو اللي بيستفيد دي معنى هضرب مثل بسيط خالص ممكن بعض البنات مثلاً تجينا بتعاني من حب الشباب حب الشباب لو راحت الدكتور وما شافش إيه السبب الأساسي في حب الشباب هيقضي عليك على أن هي حب الشباب عادي تمام؟ ممكن البنت اللي جاي بتعاني من حب الشباب يكون عندها حاجة علاجها مش عندنا احنا عند دكتور الناس زي تكاييسات المبايد أو الـ PCA أو الـ Polycystic Overy المعروف علمياً أن أحد أعراض تكاييسات المبايد هو ظهور حب الشباب فممكن تعالج البنت على أن هي حب الشباب فقط لغير دون النظر إلى موضوع تكاييسات المبايد وتقعد تعالج فيها وتعملها تأشير وتعملها ليزر وتعملها جلساتك في الآخر مش هتلاقي أي نتيجة نهائي وبالتالي الحالة حتى هتنفر من المجال نفسه وتقولك أنا رحت الدكتور الفلاني وروحت وصرفت قد كده وتعالجت وجبت علاجات غالية والدكتور طلعي عن الصف الآخر ما جابش معايا نتيجة ليه لأنك أنت ما شخصش الحالة من الأساس صح النهاردة هنتكلم عن الموضوع الأولين اللي هو تساقط الشعر عشان بس يعني أثبت لكم حتة إن أنا لما بقدر إن أنا أشخص الحالة صح بقدر أعالج الحالة صح هستأذن المخرج بس إحنا عندنا بعض الحالات بتاعة تساقط الشعر الحمد لله الحالات دي تعالجت عندنا في العيادة ومتصورة عندنا في العيادة حالتنا بتاعتنا عشان بس أوصل لحضركم الجزئيات إن أنا لو شخصت صح هقدر أعالج صح الفكرة كلها مش فكرة إن أنا بعالج فقط مش how to treat الفكرة كلها how to diagnose بمعنى إن التولز أو الموداليتس كلها موجودة عند الناس كلها يعني الدكتور ده بيعمل يسرابي وده بيعمل يسرابي وده بيعمل يسرابي ده بيعمل ليزر وده بيعمل ليزر وفا التولز أو الماتيريال أو البروسيدجر موجودة عند كل الدكاتر بس مش كل الدكاتر بتجيب نتائج ليه لأن مش كل الدكاتر بتشخص صح هستأذن بس المخرج بس الحالة فيه حالة غير دي بس هستأذنوا يعرضها لو نتقولوا يعرضها الأول بتاعة البنوتة الصغيرة لا حالة غير دي خالص لا حالة غير دي خالص حالة تانية الحالة دي لما نشوف الصور بتاعتها وإحنا بنتفرج على الصور بتاعتها حنوصل لحضراتكو إزاي لما احنا شخصناها صح ادنا أن احنا بفضل الله نعالجها صح هستأذن حالة المخرج بس يعلننا صورة البنوتة الصغيرة دي اه نجيب الصورة الأولانية بقا نجيب من الآخر اه نفس الحالة دي بس نجيب الصورة من الأول الحالة دي أول ما جات لنا بس على المخرج يعرض الحالة اه الحالة دي أول ما جات لنا جات لنا من عند دكاترة كتير جدا الدكاترة دولة دكاترة على قيمة علمية وقامة علمية كبيرة جدا اه والقاسب الشديد فشلوا في علاجها فطبعا أول ما شفت رشتات طبعا بتاعة دكاترة كبار جدا الدكاترة دولة يعتبر أسازتنا وأسازت أسازتنا فطبعا عشان يفشل دكتور قامة علمية وقيمة علمية في علاج مثل هذه الحالات أكيد فيه يعني فيه نقطة مفتقدة النقطة دي هي نقطة الاستماع للمريض أو حاجة اسمها الهيستوري ودي من الحاجات المهمة جدا جدا في طريقة العلاج في أوروبا لما بيجي نعالج مريض أو أي حقوب ذات مشاكل الجلد لازم نقعد نسمع الهيستوري in details بالتفصيل ليه لأنه ممكن يكون فيه نقطة أو بوعد مجتمعي خاصة عندنا في المجتمعات المجتمع المصري أو المجتمع الشاري وخاصة المجتمعات الريفية في المجتمع المصري في بعض المشاكل النفسية أو بعض المشاكل الاجتماعية بعض المشاكل الاجتماعية أو المشاكل النفسية هي دي الحالة البنت دي أول ما جات لنا بس هنركز على الصورة دي البنت دي عندها 14 سنة بنوتها صغيرة المشكلة بتاعتها أنها أول ما جات شعرها قصير كان زي الأولاد وطبعا هي موجودة في منطقة ريفية فكان بتعير حتى من أقرانها حتى أخوها الصغير كان بيقول لها أنت زي الولد الموضوع بتاعها دوان اتحول عندها من جزء نفسي إلى جزء عضوي فقدت شعرها كله وصل شعرها إلى الطول دوان بنت كان عندها 14 سنة مشكلتها الأساسية أن هي كان عندها بعض الخلافات العائلية ما بين الوالد والوالدة وهي متعلقة باللتين قوي وبالتالي بدأ الخلافات اللي بتحصل بين الوالد والوالدة بدأ تنعكس عليها نفسيا بدأ شعرها يسقط جدا لحد ما وصل للمستوى دوان مكابة تلبس الحجاب أو الأشرب 24 ساعة دراجت حتى والدتها لما بتقول لي أنها حتى لما كان جرس الباب بيضرب كتل بنت بتصاب بالرعب وتروح لابس الأشرب على طول وبتخش قدتها وبتقفل على نفسها وبتقفل طعاية الموضوع تطور معها إلى حد إنها بدأت تعمل توليتها عن نفسها هي راحة ليل دخاترة كبار وما تعالجتش لأن مشكلة دخاترة الدكتور لما بيوصل لمستوى معين من الشهرة بيبقى عنده كم كبير جدا من الحالات فبيضطر أنه يتصرف ثلاث تصرفات يأما أن الدكتور هيبدأ يعلي البروستجر أو يعلي الكشف بتاعه قوي لأنه عشان يقدر يلاحق على يحجم عدد الحالات ويعلي كل التولز أو البروستجر أو الجلسات أو الطرور العلاجية الموجودة عنده وبالتالي كده هو بيخالف قانون المهنة لأن كده بدأ يحجم نفسه فيه شريحة معينة من الناس يأما أنه حيلجأ أنه يختصر الوقت بتاع الكشف وفي بعض الدكترة للأسف الشديد ممكن عشان تقعد معاه في الكشف ما تتعداش ديئتين أو ثلاث دقائق حتى أنا بعض الحالة مرة جات لي قالت أنها كان عن الدكتور الدكتور ده رجل دكتور ستار من أسادة الجلدية في مصر من كبار الأسادة كمان هي كانت عندها مشكلة في الشعر الدكتور للأسف ما تدهاش فرصة حتى أنها تلبس الحجاب قال لها تلبس الحجاب بره لأن الوقت طبعا بفلوس يأما أنه حيلجأ أنه يستعيم ببعض الدكترة المساعدين أو الدكترة الصغيرين بتوعه وبالتالي هتبقى غلطاتهم كتير فالدكترة دور هيجربوا في الحالات وبالتالي هيبدأ يسقط منه حالات فعشان كده البنت كانت مشكلتها الأساسية أنها راحت لدكترة كبار جدا وبالتالي ما سمعهاش يعني هو الدكتور كشف على الحالة وبدأ يكتب العلاج الوضع اللي هو شايفه ولكن هو ما سمعهاش وذلك إحنا لما عالجنا البنت ديت بفضل الله إحنا عادنا قلنا لولدتها أن العلاج بتاعها هيبقى علاج نفسي في المقام الأول وبعد كده هيبقى علاج عضي وتقريبا أعدنا أربع شهور رغم أنهما كان بيجوا من محافظة في الدلتا كان بيجوا من مسافة بعيدة جدا لمدة أربع شهور كل أسبوع جلسة الجلسة دي عبارة عن كلام فقط لغير لحد ما بدأنا أن احنا نزبط العامل نفسي عند البنت وبدأت الحالة بفضل الله تتحسن في فترة أسارة جدا بعد ما قضينا أربع شهور ما بنعالجش بأي حاجة غير أن احنا بنعالج بالكلام بنحاول أن احنا نزبط العامل نفسي البنت هستأذن مخرج بس يرجع للصورة تانية والصور اللي بعدها بس ينهملي بالتدريج هستأذن بعد إذن حضر ننقل بقى الصورة اللي بعدها بعد إذنك الصورة اللي بعدها تمام الصورة اللي بعدها طبعا ده الوضع اللي احنا وصلنا للبنت بفضل الله بعد حوالي 8 شهور من العلاج قضينا فيه محتقا حوالي 4 شهور بنعالج العامل النفسي فقط لغير هستأذن مخرج الصورة اللي بعدها وطبعا احنا توقفنا على العلاج لحد ما وصلنا المستوى ده بفضل الله وطبعا طبعا كان الموضوع كان بالنسبة لي أنا كان مزهل وكان بالنسبة للأسرة كمان كان مزهل والحالة خلصت علاجها وانقطعت عن متابعة العلاج كاب الجنة تقريبا كل 6 شهور مرة وفجأت في مرة من المرات لقيت والدتها دخل عليها بعد تقريبا حوالي 3 سنين او 4 سنين هستأذن مخرج الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها تمام هنركز على الصورة دي ودي كانت المفاجأة المزهلة بالنسبة لي اللي بعد 3-4 سنين وصلت للمرحلة دي طبعا والدتها قلت لي ان الفلان الفلانية بقت عروسة ما شاء الله وبقت في السنوية عامة دلوقتي هي كتعاوزة تجيلك بنفسها عشان توريك المفاجأة اللي هي وصلت لها ولكن هي عشان مشغولة بس في الدروس والامتحانات فهي ما قدرتش فبعثت لي الصورة دي عشان وراء لحضرك وفعلا يعني حتى اذكر انها سجدت اللي شكر ان احنا وصلنا للمستوى ده النقطة اللي انا عاوز اوصلها للسادة المشاهدين ان هي الانسة الجميلة دي ما وصلتش للنتيجة المزهلة دي بمجهودة انا لا هي وصلت للنتيجة المزهلة دي بمجهودة هي بس الفكرة ان احنا كنا عندنا عاملين بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى العامل الاولاني ان احنا عدنا حللنا التأثير النفسي للحالة وبالتالي بدأنا نعالج الجزئية النفسية عندها اللي هي كانت اساسا هي سبب سقوط الشعر الجزئية التانية ان البنت لما لأت الموضوع بيتطور في اتجاه ايجابي فعلا الموضوع ده شجحها جدا وبدأت تهتم بكل معلومة لدرجة هي كانت تتصل بيها بالتليفون لو انا قلت لها نقطة النقطة دي عاوزة تستفصل كل شوية تتصل بيها تستفصل وانا كنت بابقى فرحان بالاتصالات لان البنت فعلا عاوزة تلتزم بنسبة 100% لاني شايفة نتيجة ايجابية فالنتيجة دي بعض فضل الله سبحانه وتعالى طبعا كان نتيجة اجتهادة هي والتزامها بكل التعليمات اللي احنا قلناها فادة مش شطارة مني ولكن فكرة ان احنا اول حاجة ان احنا استمعنا لها عرفنا المشكلة الاساسية فين؟ بدأنا حتى نخش كمصلحين اجتماعيين بين الاب والام كمان ان احنا نصلح بينهم عشان ان المواقف دي ما تتكررش قدام الاولاد لان دي هتنعكس على نفسيتهم وبالتالي ممكن يحصل لهم اي مشكلة زي مشكلة التساقط الشعر هستغذر المخرج بس ان نعرض الحالة اللي بعدها دي حالة من ضمن الحالات بس عشان اوصل لكم ان في جزئية في حاجات كتيرة جدا دخلة في المجال التجميل او في المجال الجلدية يمكن ناس كتير جدا ما بتنتبش لها الحالة دي طبعا دي حالة برضو كانت عندها العنصر النفسي هو اللي وصلنا للمرحلة دي وفضل الله برضو الجزئية النفسية في مجال الجلد بالذات احنا تقريبا يكاد يكون اكتر من 70% من الحالات اللي بيجينا بتبقى اساسها نفسية وبتقلب بعضوية مش من الاساس جاي لنا عضوية يعني ممكن مثلا واحدة مثلا حصلها مثلا مشاكل اسرية او مشاكل اجتماعية واحدة مثلا حصل انفصال حالة نفسية بتسوب يبدأ يحصل لها هزيل يحصل لها شحوب في البشرة يحصل لها تجعيد يحصل لها تساقط في الشعر يحصل لها كلف يحصل لها اي مرض مناء يحصل لها سعلبة يسمع يحصل لها اجزيمة تانية لان الحاجات دي كلها بتندرج تحت شريحة الاوتوميون ديزيز او امراض المناعية اللي هي دايما بتبقى مرتبطة بثلاث حاجات ياما اطراف دورة النوم ياما سوق الحالة النفسية او اطراف التغذية هستاذ المخرج الصورة اللي بعدها طبعا دي برضو في بداية العلاج الصورة اللي بعدها دي طبعا بعد حوالي 6 شهور تقريبا من العلاج الصورة اللي بعدها وده الفاينة البتاحة هستاذ المخرج برضو الحالة اللي بعدها ده الفاينة البتاحة الحالة اللي بعدها تمام الشاهد بس في الموضوع ان احنا عاوزين بس نوصل للناس معلومة ان العلاج التجنيني او العلاج الجلدي مش هو مجرد ان انت بتاخد عندك مشكلة كذا فانت بتعليقها بكذا ولذلك احنا عندنا مفهوم او كونسبت عند الناس كتير جدا كونسبت غلط كتير جدا غلط جدا الكونسبت دوا احنا مشاركين بجزء منه والبيشنت او الحالات مشاركة بجزء منه الدكاترة مشاركة بجزء منه هو ان كل دكتور لما بيطلع يتكلم في الميديا او نتكلم على السوشيال ميديا او في الاعلام او كده بيحاول ان هو بيكلم باسلوب تسويقي اكتر منه باسلوب علمي وبالتالي بيبدأ يوجه البيشنت او الحالة على الفروسيدجيال اللي هي موجودة عنده بمعنى لو انا مثلا عندي جهاز مثلا اسموسين فانا لما بطلع بتكلم بوجه الناس على الجهاز الاسموسيني اللي هو موجود عندي انا ما بتكلمش على مثلا يعني سينا انا هتكلم عنه جهاز ليزر ما بتكلمش على الليزر ان جنرال لا انا بتكلم على جهاز الليزر اللي هو عندي انا اللي هو اسموسين فأنا بقول للناس ده أحسن جهاز ليزر هو الجهاز الاسموسيني اللي هو موجود عندي أنا بسي فأنا ما بتكلبش بأسطوب علمي فالناس بتبقى جاية موجهة علينا احنا وده قطأ بيع في بعض الدخات الجزئية التانية أن بعض المرضى أو معظم المرضى ما لاش بعض المرضى بيبقى جاي للدكتور فاكن الدكتور ده ساحر يعني هو عنده مصباح على الدين تحت المكتب هيطلع الفانوس من تحت المكتب هيحك الفانوس هيطلع أفرقوش ابن برتقوش يقول له أنا عاوز دي تعالج البقعة دي وعاوز عالج الحبوب دي وعالج تعالج وهكذا وطبعا والكونسبت ده ومش كونسبت علمي خالص بالعكس ده تلاقي بعض الدكترة اللي بتشتغل في المجال تلاقي الدكتور نفسه ساعات بيبقى دكتور نفسه بيعاني من المشكلة يعني تلاقي الدكتور مثلا شغال في السمنة ودكتور يعني عقلته نتجة جدا وعقلته علمية جدا وتلاقي الدكتور تخين ممكن احنا عندنا في دكترة عندها أمراجل دي عندنا في دكترة عندها مشاكل في حاجات كتير وعندهم نفس المشكلة دي وبيعالجوا نفس المشكلة دي فده مش معناه ان الدكتور ساحل لان الدكتور بيشتغل بالتولز او البروستجر او المواد او الاجهزة اللي هي المتاحة له او الطرق العلاجية المتاحة له علميا ولكن هو لا يصنع سحرا جزء كبير جدا موجود بيبقى في علاج الحالة بيبقى دايما بعض الله سبحانه وتعالى بيبقى موجود على بيقع على الحالة نفسها لان زي ما سيدنا موسى بيقول في الحديث القدسي سيدنا موسى بيسأل ربنا سبحانه وتعالى قال يا ربي ممن الداء والدواء قال مني يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيجيب المرض هو اللي بيشيل المرض فسيدنا موسى قال يا ربي وما شأنه لأطباء دكتة دول فايدتهم ايه قال يرزقون حتى يأتي شفاء او يأتي قضاء تمام استاذ المخل نعرض الحالة دي حالة طبعا راجل ده اندروجينيك قالوا بيشيل ده صلع وراسي نعرض الحالة اللي بعدها طبعا الحالات دي الحمد لله بتحسن جدا جدا الحالة اللي بعدها دي حالة طفلة صغيرة ودي ما زالت تحت تأثير العلاج الصورة اللي بعدها دي بعد ما تحسنت شوية اللي الطفلة دي ما زالت الحمد لله مستمرة معنا في العلاج هي البنت دي كانت بتاعها عندها كانسر ربنا عافينا وعافيها فطبعا شهارة صغيرة ودي ما زالت تحت تأثير العلاج الحالة اللي بعدها لا دي حالات الحالات البروتين مش الحالات المرضية تمام هنكمل كلامنا لهم الفكرة كلها ان احنا عاوزين نوصل للناس ان الدكتور ما بيصنعش سحر الدكتور بس بيبقى بيقول مجرد جيد او مجرد ادفايز بيقدم حالة للمريض بيقوله افعل ولا تفعل والمريض والله التزم بتبقى نتيجة كويسة جدا لو ما التزمش ببقىش في نتيجة ودي دايما النقطة اللي دايما انا بركز عليها في العلاج والناس حتى بتتلقى المعلومة دي مني الاسف الشديد بطريقة بتبقى اجرس في شوية ولسه اقربة حالة مبارح جايالي الحالة دي مشكلة ان هي قاعدة في مجتمع ريفي او في بلد ريفية والسن تعدى السن بيها الى سن 45 سنة ولم تزوج وهي اساسا عندها صلع وراسي وبسبب الاسترس ان هي لسه ما اتجاوزتش الموضوع مأثر على شعرها لحد درجة نوى واصل الى مرحلة الصلع النهائي خالص فطبعا جايالي بتتكلم معايا فقلت لها فان بداية احنا لما بنيجي نحن لأي مشكلة لازم نشوف اسباب المشكلة ونعالج اسباب المشكلة لو معالجتي سباب المشكلة غالبا انت مش هتوصل لنتيجة فقلت لها طبعا انا شايف ان حالك شخص متوتر بشوية فاحنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا بس نهدى شوية ونحاول نزبط موضوع الاسترس عشان يبقى في نتيجة لان الفكرة ان انا مش هقولك العلاج 1-2-3 ومش هنعالج اصل المشكلة ولو عدنا نعالج 20 سنة في الاخر هنلاقي مفيش نتيجة وبالتالي هتلاقي نفسها بتضيعي وقت وبالتالي فلوس كتير جدا وفي الاخر مش هتوصل للنتيجة فما كان منها انها بتقولي انت قفلتني انت قفلتها في وشي فطبعا انا ما قفلت لاش في وشيك ولا حاجة انا بقول لها حاك احنا عندنا مشكلة مشكلة دي هتوصلة لمرحلة متأخرة جدا ولازم نعالج المشكلة دي عشان نعالج المشكلة دي هتلازم نوصل لاصل المشكلة اصل المشكلة ان حضرك متوترة بزيادة وطبعا التوتر ازا ما حضركم عارفين ان الشخص متوتر جسم بيفرز مادة اسمها لادرينانين ومادة لادرينانين دي هت هي مادة قابضة لوعية دموية الطرفية بتعمل قصور حد في الدورة الدموية وبالتالي بتبدأ تخلي الدورة الدموية وتوصلش للشعرية فالشعرية بتنزل بطولها وناس كتير جدا اعتقد تعرف المعلومة دي ناس كنتي جدا من الناس السادة اللي بشاهدونها للوقتي اكيد عارفين المعلومة دي ان فعلا الاسترس من الحاجات اللي بتضمر بصليات الشعر والاسترس دم من الاسباب الاساسية التي تؤدي الى ظهور الاشرة في فروة الراس بكسافة وزي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان الاشرة من الحاجات اللي بتاكل بتبع عامل زي الحشرات بتاكل الشعر من قدوره وبالتالي بتضمر الشعر وبتوقع الشعر بكلمات كبيرة جدا الحاجة التانية ان قطر الاسترس او قطر افراز مادة الادرينين بيخلي الشعرية تبدأ تفق للسابغة بتاعتها وتبدأ الشعرية تبيض وتبقى الكارثة ان الشعر يبدأ يبيض في سن مبكر في بعض البنات بتبقى لسه في العشرينات وتلاقي شعرية او شعرتين بيت ظهروا لها وده من الحاجات المقلقة جدا وبالذات للبنات خاصة لو لسه متجوزيش بمجرد انها تلاقي شعرية بيضة تبدأ الحالة نفسية تسوق وكلما الحالة نفسية تسوق اكتر الشعر يبيض اكتر وكلما يبيض اكتر تسوق اكتر بتخش في حاجة اسمها النيجاتف ديلمة او الدايرة المقفولة ان الحاجتين مرتبطين ببعض تتوتر الشعر يبيض الشعر يبيض تتوتر اكتر وهكذا وفي الاخر ما بتوصلش لحال فعشان كده دايما بنقول للناس اخواننا حتى بنقول له الزمل كمان في اجتماعاتنا مع بعض نقول لهم دايما لما تيجي ما تعملش زي ما يقولوا ما تعملش البحر وطحينة ما تحاولش تفهم البيشن او الحالة ان انت ساحر لا انت عندك طرق معينة في العلاج البرنامج العلاج لازم يبقى عبارة عن برنامج تكاملي يعني ايه برنامج تكاملي دايما حتى لما الناس بيجيلي العادة بقول لهم ان احنا بنعالج بحاجة اسمها مسلس اسم مسلس الجلب رأس المسلس هو رفع الجهاز المناعي لازم تظبط الحالة النفسية لازم تأكل كويس لازم تشرب مياه كفاية لازم تأخذ راحتك في النوم لازم ما تحطش المشكلة في دماغك لو انت عندك مشكلة مسعى معينة في بشرتك ما تقعدش دايما كل شوية تفكر في المشكلة ما تقعدش رايح جاية عن مرايا كل شوية بص الوشك اخبره ايه بص شعرك اخبره ايه حاول دايما يعني زي بقوله ترمي عن دماغك او حاول تفضي دماغك من المشكلة هتلاقي انك انت بدأت ترتاح نفسيا لما الانسان بيبقى ارتاح نفسيا او بيقى الانسان سعيد الجسم بيفرز مادة اسمها الفا وبيتا اندولفن مادة الالفا وبيتا اندولفن من الحاجات اللي بتحسن الدورة الدماغية الترافية وبالتالي بترفع المناعة جدا وممكن حدقه اكيد تعرفه الانسان لو حتى وازنه زيادة او بيسمع خبر حلو بتلاقي بيتنطط من فرحة بيتنطط في الفرحة جسم بيفرز كمية كبيرة من الالفا وبيتا اندولفن وبالتالي بيرفع المناعة فبيحسن الحالة النفسية فبيخلي الانسان يوصل يخش في مود يخش في مناعة اعلى بكتير من الوضع اللي هو موجود عليه حاليا والعكس صحيح لو الانسان سمع مثلا خبر مش كويس بتلاقي الانسان عامل زي شواء اللي رام مش قادر يتحرك حتى لو وزنه رفاية جدا فعشان كده بنقول للناس دايما العلاج بتاعنا بيبقى عليك تكاملي اوعى تحسب ان احنا هنعمل مثلا هنعالج المشكلة الفلانية بالعلاج الفلاني فقط لغير المجرد انك حجي له هعمل لك جلسة المشكلة هتروح لا المشكلة هتبقى بعض الله سبحانه وتعالى جزء كبير جدا من المشكلة هيبقى متوقف عليك انت مش متوقف على الدكتور الدكتور اللي بيعمله بيعمله اي دكتور يعني ما فيش دكتور بيخترح حاجة يعني الا جهزة دلوقتي بقت موجودة في كل العيادات الجلسات كلها موجودة في كل العيادات بس اما حاجة انك انت تقدر تشخص صح تقدر توصل لاصل المشكلة تقدر تعالج صح وبالتالي لما تعالج صح بالتعاون مع الحالة المرضية او بالتعاون مع المريض غالبا هتوصل في الاخر الى نتائج بوبيرة جدا ولكن الفكرة كلها مش فكرة جهاز ولا فكرة جلسة ولا حاجة لا الدكترة مش صحرة الدكترة جزء من العلاج والجزء الاكبر بعد الله سبحانه وتعالى بيمتوقف على الحالة وليس على الدكتور هستأزم بس المخرج بعد اذن حضرك نعرض حالة من حالات تساقط الشعر تاني طبعا نجيب الحالة حضرك كده بيجيب الحالة من الاخر هستأزم بيجيب الحالة من الاول اللي هي الصالة على التاني نرجع الوراء تاني تمام اه الصب على كده تأكيد بس الكلامي الحالة دي طبعا دي سيدة طبعا حضركوا اكيد هتستغربوا طبعا دي سيدة دي سيدة فعلا المشكلة ان الحالة دي طبعا برضو كانت مشكلة نفسية والمشكلة النفسية وصلت للوضع دو الحالة دي يمكن بعض الناس تستغرب ان احنا مشينا في العلاج الروحي مع العلاج العضوي وممكن حتى كان الموضوع مش متقبل من الاساس ان طبعا انا شفت الحالة دي قبل ما توصل للمرحلة دي البنت دي هي بنت ما شاء الله عسولة جدا وعلى خلق ما شاء الله ومن اسرة ما شاء الله ملتزمة جدا وفجأة حصل الوضع دو انا شفت صورها طبعا قبل ما توصل لمرحلة الصلاة كان الشعر بتاعها ما شاء الله الشعر من كسفته كان يتحضن فطبعا انا قلت لوالدتها لما حصل الوضع دو او شفنا الوضع دو قلت لها ده مش ممكن يبقى مرض عضوي غالبا دو حيبقى داخل فيه شيء روحاني غالبا ده سحر او حسد وما في الاول ما كانوش متقبلين الموضوع حتى حد علق كده تعليق قال احنا جايين لي شيخ ولا جايين لي دكتور فانا حاولت ان انا اتكلب مع والدتها باسلوب الى حد ما تفهمه شوية وقلت لها فانا مش معناه ان انا برفض العلاج ولكن عشان واحدة شعرها يبقى بالكسافة دي وفجأة يبقى فيه شعر خارس لازم يكون فيه متغير المتغير ده غالبا متغير روحي مش متغير عضوي وبدأوا الناس يتقبلوا الامر وبدأنا نمشي في الاتجاهين اللي هو العلاج الروحاني بعدتهم لحد يكون ملتزم شوية بدأت يقرأ عليها فعلا قال ان البنت دي ما شاء الله وغضع عين جمدة وهو ده اللي قدل لتساقط شعر وفي نفس الوقت ما اهملناش الجزء العضوي ان احنا بدأنا نعالجها بالطرق الاعلاجية الحمد لله تحسينك جدا هستأذن مخرج يعرف الصورة اللي بعدها طيب احنا معلش انا هستأذن حضراتكم لان وقتنا خلص دلوقتي فاحنا مش هنقدر نكمل الحلقة ان شاء الله نكمل في الحلقة الجاية بإذن الله مع كل ما هو جديد في علاج مشاكل البشرة اشوفكم بالحلقة الجاية ان شاء الله كان معكم دكتور محمد النجار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة